الجزائريون لن يشاهدوا السيتي ولن يتابعوا الدور السعودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا الشيء المؤكد في انتقال رياض محرز إلى الأهل السعودي هو فقدانه لمتابعة مئات الآلاف من الجزائريين الذين كانوا طوال سنواته الاحترافية في إنجلترا سواء بقميس ليستور سيتي أو بقميس مونشستر سيتي كانوا يبرمجون ساعاتهم على توقيت المباريات ومنهم من يشاهد المباريات التي يتألق فيها رياض محرز في أكثر من مناسبة على شاشات التلفزيون ويكرر مشاهدة لقطات الأهداف والتمريرات الحسيمة وطريقة الكنترول الخاسر الأكبر في تنقل رياض محرز إلى المملكة العربية السعودية هو مونشستر سيتي الذي كان يعج بالمناصرين الجزائريين سواء في قلب الملاعب أو من خلال تلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ولن يسترجع مونشستر سيتي حب الجزائريين إلا إذا ضم كما يشاه حاليا النجم ريان شرقي وكان هذا الأخير تحت راية المنتخب الجزائري الخلاصة من كل هذا أن الذين كانوا يحفظون رزنامة مباريات مونشستر سيتي ويدفعون المال لمتابعة الدور الإنجليزي سينسحبون من هذا الفضاء أما متابعة رياض محرز في الدور السعودي فهي غير واردة وحتى إذا حدثت فمن الباب الفضل فقط